عدنا مجدداً عزائنا المشاهدين بهذه صباحة طيبة وهذه الحلقة الخاصة من برنامج يوم جديد كما نتحدث دائماً نافذة بحجم الوطن من هنا من الشاشة الوطنية الأولى شاشة التلفزيون الأردني بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك حفظه الله ورعا سمر محطات أيضاً من خلال ضيوفنا الكرام نتحدث أيضاً عن مسيرة طويلة ممتدة بالعطاء والمشاركة والأسرة الأردنية الواحدة أكانها كثيرة وأسسها كثيرة صحيحة من خلالك وضيفنا الكريم طبعاً الدكتور عمار الخشمان معانا هذا الصباح وهو سائل العلم السياسية في جانع هندسة البيئة نعم وهو من الأساتذة والأكاديميين اللي بدرسوا في جامعة الحسين طلال في معان أيضا اليوم عندنا ربط في هذه المحافظة أنا أقول هذه المحافظة تختزل الكثير من المعاني الوطنية ومنها جامعة الحسين بن طلال تحياتنا إليك دكتور عمر وأهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بألف خير منت بخير أولا أشكر التلفزيون الأردني لإتاح لهذه الفرصة أني أتحدث في يوم عزيز على قلوب الأردنيين جميعا ألا وهو عيد ميلاد جلالة القائد المفدة اسمحوا لي أني أرفع إلى مقام مولاي وسيدي حضرة صاحب الجلالة أسمى آيات التهاني والتبريك بعيده السادس والخمسين أطال الله عمر سيدنا ومتعه بالصحة والعافية ليحفظه لهذا البلد وللأمة الإسلامية والعربي إن شاء الله يا أهلا بيكم دكتور عمر حقيقة لنذهب إلى محطات وجميع المحطات وقد شاهدناها من خلال المادة الفيمية والتقرير بانطلاق حلقتنا لليوم من خلال الزملاء والزميلات لكن إذا تحدثنا عن العوام الماضية تحديدا وذهبنا إلى الأوراق النقاشية التي كتبها جلالة الملك وأراد أن يكون كل مواطن ومواطنة شريك أيضا بتحديد الاتجاهات الإيجابية موضوع سيادة القانون موضوع الدولة المدنية قد تكون هذه من آخر الأوراق النقاشية من خلالك الأوراق النقاشية وكيف تقرأ خارطة الطريق حقيقة التي رسمها جلالة الملك من خلال هذه الأوراق يسيدي أنا أتيت من معان ومن لواء الشوبك أنقل حب المحافظة واللواء وسائر المملكي حبهم واعتزازهم بقائد المسيرة جلالة الملك طول الله عمره ويقولون إننا معك وبه ماضون على العهد وعلى الولاء والانتماء لهذا البلد حقيقة قبل ما نتحدث عن الأوراق النقاشية لا بد أن نركز على أن جلالة الملك منذ عهده الميمون المبارك بحفظ الله ورعايته شدد على تكريس اللي هو ثقافة الحوار الوطني جلالة الملك ركز على ثقافة الحوار الوطني وفتح باب قاعدة المشارك الشعبي من خلال اللي هو ربط اللي هي القضايا المختلفة في وطننا الغالي في مستوى نقاش عام الوطن في نقاش في تباين في وجهات النظر في اختلافات ولكن جلالة الملك أطل الله عمره وجه هذه القضايا في بيئة كانت مناسبة للحوار من خلال توسيع قاعدة المشارك الشعبي بحيث ركز جلالته على خلق الرؤى والخلفيات السياسية والاقتصادية وقوى القوى السياسية والتعددية ربطها كلها تحت مظلة اللي هي الحوار الوطني هذا الحوار الوطني يجي في عدة نقاط مهمة اللي هي الأوراق النقاشية اللي عرضها جلالة الملك للوطن وهذه الأوراق النقاشية اللي تقدم بها جلالة الملك اللي هي مشاركة من قبل صاحب اللي هو رأس الدولة الأول وصاحب الوصاية الأولى وهذا بحد ذاته شيء غريب لم يألفه العالم هنا بدأت أهمية هذه خارج المهمات التقليدية التقليدية خارج المهمات التقليدية وبالتالي كانت هذه الأوراق النقاشية شيء ما ألف العالم أنه يأتي رأس الدولي والمسؤول أنه يدير عملية الإصلاح الوطني وتحديدا إذا كان حاكما وملكا بحجم جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين حفظه الله وراء وقد يستفسر تفضلي مهم جدا نحكي عن قضية إلها علاقة بقيمة العمل يعني إحنا جلالة الملك وضع هذه الأوراق النقاشية أنا أذكر بواحدة من المقابلات جلالة الملك مع محطة أمريكية أتذكر كان ممتعضا ولكن بطرافته يقول أنه أنا لما بعرض مشروع على حدا أحيانا بيقول لي هيك وفعل هذا يعني أنه لماذا هذا أحيانا التكاسل لماذا هذا الإحجام عن الهمة والنصاط والعمل والمزيد من العمل هذه توضع الأوراق النقاشية بين يدي المؤسسات يعني هذه ليست للعرض والحفظ يعني هذه عبارة عن خارطة للعمل ما هي مسؤولية المؤسسات الآن في أنها تتلقف هذه الأوراق وتعمل بها لمصلحة الوطن بالنهاية يعني كلام جميل أخت سمر يعني سيدنا أراد أن يكون عيد ميلاده يوم عمل وإنجاز ما عطلنا في عيد ميلاده سيدنا أراد أن يكون هذا اليوم هو يوم عمل وإنجاز ومن أحب الأردن عليه أن يعمل وينجز تمام الأوراق النقاشية الملكية كانت تحمل رؤى وتطلعات جلالته وهي رؤى ثاقبة ثاقبة ليش؟ لأنها تعتمد على إرادة سياسية كانت حازمة وقوية وجازمة أنه تعزيز النهج الديمقراطي تعزيز النهج الديمقراطي بطريقة علمية وليس تقليدية كان هدفها شو؟ اللي هو التعددية المشاركة الشعبية العمل الإنجاز تعليم الانتماء احترام القانون سيادة القانون التعايش السلام التعددية احترام الرأي والرأي الآخر كل هذا في أجندة سيدنا إذا ذهبنا بعمق من خلال الأوراق النقاشية وبالمناسبة هي كانت واضحة ومباشرة تمام وكانت رؤى جلالة الملك عند كتابة أول ورقة نقاشية وصولا لآخر ورقة دكتور عمر هي ليست فقط موجهة إلى مؤسسات الدولة أو إلى السلطات الثلاثة هي موجهة لكل أردني وأردنية أيضا نحن علينا مسؤوليات جسام يجب أن نحمل هذا الوطن على أكتافنا ولا نلقي اللوم دائما فقط على مؤسسات الدولة بدنا نكون واقعيين دكتور عمر إذا ذهبنا إلى جزئية سيادة القانون وارتباطه بالدولة المدنية قد تكون سمر ممكن الآن تذهب بموضوع الدولة المدنية بشكل مباشر لكن إذا تحدثنا عن جزئية سيادة القانون هذا مبدأ وسبر وديد المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة مؤسسات وقانون يعني هذا من أساس الدولة الأردنية كيف يمكن أن نتحدث الآن في ضمن تحديات بسيطة بعض المخالفات الطارئة والجديدة على المجتمع الأردني وقد تكون دخيلة في كثير من الأحيان بعض الممارسات التي نشاهدها خلال الخطرات الماضية وأشار لها مسبقا بالمناسبة جلالة الملك هو يسبقنا ليس بخطوات لا بل بأزمان بالمناسبة نظرة شمولية مستقبل كيف تجد سيادة القانون تحديدا في ظل بعض التحديات التي نواجه هنا جلالة سيدنا طرح الورق الأولى سيادة القانون وجميع الأوراق النقاشية ركز فيها على سيادة القانون طيب ما تفضلت لما بنحكي عن سيادة القانون نحكي عن الدولة المدنية الجامعة الدولة المدنية الجامعة لها تجمع كل فئات المجتمع تمام؟ اللي هي بعدالة طبعا بتكافأ فرص في المساوى في احترام القانون طيب أنا بحب الأردن لازم احترم القانون أنا بحب الدولة الأردنية أحترم القانون إلي حقوق وعلي واجبات واجبات ومسؤوليات يجب أن أقوم فيها وبالتالي سيادة القانون كانت مرتبطة جلالة سيدنا ربطها ب اللي هي الاحتكام إلى الدستور والقوانين رقم واحد جلالة سيدنا ربط سيادة القانون بعماد الدولة المدنية اللي هي الإدارة الحصيفة ربط الإدارة الحصيفة اللي هي بالقانون سيدنا حكى من يتوانى في تطبيق القانون سيضعف اللي هي هي هيبة الدولة وبالتالي سيضيع الحقوق إلى كثير من الناس وهيبة الدولة من هيبة المواطن من هيبة المواطن وبالتالي التواني في تطبيق القانون بكل كفاءة وجراءة ومساواة هو بالضعف والتالي ركز جلالة سيدنا على اللي هي الإدارة الحصيفة الإدارة الحصيفة اللي هي جزء من سيادة القانون أنك أنت تعدل وتساوي وتكافئ الفرص تحترم القانون وكنا سيدنا حكى كنا تحت القانون من فعل ويتعامل القانون بفكر جلالة الملك ويكون على مسافة واحدة من الجميع ليس هناك فرق أمام القانون بين مواطن وآخر بين مسؤولين أو غير مسؤول يعني خلينا ننتقل أركان الدولة المدنية كما يراها جلالة الملك عبدالله الثاني إحنا بعالم الآن أحوج ما نكون لتدعيم ما يسمى بمفهوم الدولة المدنية أنت شايف الدول من حولنا الله يعطيهم يا ربي السلام إن شاء الله ويحفظ بلدنا ويحفظ بلدنا وشايف العالم أيضا كمان يتجه كله إلى التطرف وإلى هدم مبادئ الحقوق والإنسانية في دولها كيف ترى شكل الدولة المدنية الأردنية من وجهة نظر جلالة الملك عبدالله الثاني؟ سيدنا ركز في أوراق النقاشية على الدولة المدنية وسماها الدولة المدنية الجامعة شو معنى الدولة المدنية الجامعة؟ سيدنا ركز إلى هي كل مكونات المجتمع تحمل كل الأطياف سيدنا ركز على التنوع جميل وأكد على أن التنوع هو نوع من الازدهار الازدهار السياسي ازدهار اقتصادي تمام ازدهار تعدد السياسي وأيضا التنوع هو رفض الاقتصاد الوطني أيضا سيدنا ربط اللي هو ضمان حقوق الأقلية هو متطلب لضمان حقوق الأغلبية طبعا الأغلبية والأقلية هو بحكمهم ماذا؟ القانون القانون اللي هو باعدل بالجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية ركز سيدنا على الدولة المدنية الجامعة اللي بحكمها قوانين في سيادة التعددية والتالي ضمان حرية السلام التسامح الضمان اللي هي التعددية واحترام التعددية قبول الرأي والرأي الآخر الحوار جميل دكتور عمر أنا بدي أشكرك لانضمامك لنا بهذه الصباحات الطيبة والخيرة أنا سعيد فيكو سعيد في هذا المناسب ووددنا أن تكون هناك إضاءة على إحدى محطات واضحة تماما وأيضا قابلة للتطبيق والتنفيذ كما يريدها جلالة الملك من خلال الأوراق النقاشية والعودة على الدولة المدنية قبل أن نذهب إلى معان الفتحة مجددا والزميل رعد الرقاد قد فسر البعض أن الدولة المدنية قد تفرق بعض الأمور من سياقها الصحيح لا بل هي الجامعة كما تفضلت المامعة قبول الآخر بعيدا عن العقائدية وأيضا بعض الأمور إلى معان الفتح من خلالك سمر وأسادة المشاهدين